نروح للمؤتمر الصحفي لمارسل كولر عقب المباراة اللي خلصت واحد صفر لنادي الاهلي ماما سيراميكا كوليوباترا مارسل كولر مدير فني لنادي الاهلي بيعبر عن عدم رضاه من مستوى فريق أمام سيراميكا كوليوباترا بالرغم أنه حقق الفوز كولر مش راضي على أداء الفريق بالرغم أنه حقق الفوز قال كولر بعد المباراة في المؤتمر الصحفي الأمر الجيد الوحيد النهاردة نحن فوزنا بخلاف كده أنا غير سعيد على الإطلاق من الأداء في الملعب وأضاف كمان أن المنافس سيراميكا كوليوباترا جعل المباراة صعبة علينا صعبة الأمر علينا رغم أننا كنا نستطيع بالتأكيد اللعب بشكل أفضل كمان نكمل بعد الهدف حسين الشحات التركيز غاب عن الفريق ككل وكان بيجري إلى الأمام ولا يعود اللعيبة للدفاع اللعيبة كانت بتندفع للهجوم وما كانتش بترجع للوجبات الدفاعية بتاعت الفرص اللي قطيحت أمام المنافس للتسجيل كان من الممكن أن نعاقب على هذه الطريقة اللعبنا به هو كان بيعترض على أن العيبة كان بتندفع للهجوم ما كانتش بتأدي المهام الدفاعية وده كان ممكن يكلف الفريق أهداف لصرح سيراميكا كوليوباترا لقوله زي ما شفنا براعة مصطفى شبير كمان قال أنه واضح أنه لعبنا الأسبوع شدد يعني أنه على كلام واضح وصريع أنا مش عارف بالضبط التصريح مش باين قدامنا يعني بس على أي حال أنه كان بيقول يعني أنه لعبنا بشكل الأسبوع ده مش كافي علشان نحقق الهدف بتاعنا التصريح الأخير ده بالنسبة لي أنا يعني مش واضح أوي على أي حال يعني مجمل الموضوع أنه هو الراجل مش راضي على أداء اللعيبة مش راضي على الاندفاع للهجوم مش راضي على أنه هما ما كانوش بيأدوا المهام الدفاعية بدعايتهم وقايا كمان أنه نحتاج للمزيد من الأسرار نحتاج للمسيد من التركيز وأنه نحن نظهر بشكل مختلف تماما عن ما ظهرنا به اليوم أرضف قائلا مشكلة إهدار الفرص السهلة نسبة إحراز الأهداف قليلة فرص المتاحة كبيرة اللي بنستغلوا منها بشكل إيجابي قليل كمان قال أنه هو غياب التركيز أكبر العوامل اللي هي بتتسبب في إهدار الأهداف كذلك عدم محاولة اللعب أنه هو يضع الكرة في الشباكة ولما سئل عن احتفاظ محمد عبد المنعم بيئة الكرة لأوقات كتيرة رد قائلا أنه سيكون لكلام أو حديث معاه في الشأن هذا دي كانت أبرز تصريحات مارسل كولر عقب مباراة سريمكا كوليباترا فاز بها الأهل واحد صفر الأداء لم يكون على مستوى إقناع السويسري مارسل كولر